أنا بتخيل الدكتورة أنه في كتير كتير طلاب وخاصة طلاب الطب وهو بألمانيا في عندهم كتير أسئلة لأنه بيشوفوك أنت كشخص هذا الشخص يعني هذا هو الشي اللي نحن ممكن نقدر نوصله يعني فهن بيشوفوك كمثال فأكيد هنن عندهم أسئلة وأنا حابب هيك أنا عندي كم سؤال حابب أسألك ياهن تعطيني جواب مختصر أول شي شو بتنصحي الطلاب والناس بشكل عام ثلاثة كتب يقرؤوها عربي ألماني بودكاست لك الشخص بحب اللغة العربية والألمانية دماء أنه أنت إنسان بيقرأ شو الكتب اللي أثرت حياة عليا كيوان بشكل خلها تمشي بحياتها بشكل واصق أكتر أو بشكل يعني للهدف مباشرة هلأ المشكلة بالكتب هي بتظلها أذواق عارف إنه ولكن أنت بالنهاية أنت شو الكتب اللي يعني بالنسبة لليك أثرت فيك يعني جد بس تحضرك ثلاث كتب بس تحضرني كتاب اللي هو كتاب اسمه قوة العادة لأنه بتذكر أنا بهذا الكتاب كنت بفترة إنه بدي أطور من حالي بشغلة وما كان وقتها يعني يمكن ما كنت لقي نصيحة ما كنت لقي الشخص المناسب فلاقيت هذا الشيء بالكتاب بنصح بكتاب اللي هو بيحكي عن النقد أنا قراءاتي بالإنجليزي فرح أحكيهم بالعربي ما في مشكلة الكتاب بيحكي اسمه سبيكتزم بيحكي عن الشك إنه كيف تكون ناقد بالناء كيف إنك تشك بالمعلومة وتبحث عن المعلومة الصحيحة لأنه هذا الشيء كتير ساعدني بحياتي خليني أحكي إنه أنا إنساني ما بتقبل أي معلومة الصحيحة يعني لازم تدخل بورشة لازم الواحد يسأل كمان من وين إجت المعلومة تماماً لازم الواحد يسأل لأنه إحنا يعني بعالم كل شيء موجود العلم الزائف موجود يعني هذا الشيء معروف فبالتالي إنه إحنا كيف هذا كيف بيزيد عنا الوعي وكيف بيطور من مهاراتنا الكتاب الثالث للطلاب يقرأوا كتاب عن مهارات البحث العلمي لا الـ non-native speaker يعني لا الغير الناطقين بالإنجليزي تماماً المجال الأكاديمي ويبلش دراسة لازم يقرأ هذا الكتاب وأنا دائماً محاضراتي للطلاب بعرض لهم هذا الكتاب لأنه هذا الكتاب كتير ساعدني كتير ساعدني وكتير أثر فيه وكتير دفعني لقدام يعني هذا الكتاب برغم أنه هو مش معقد أبداً والعبرة مش بالتعقيد العبرة أنت كيف تستفيد من المعلومات الموجودة أمامك وتطور من حالك يعني هدول أنا يعني الكتب اللي أثروا فيه الباقي يعني بنتل أحكي لك لأنه أنا يعني بقرأ كتير كتب علمية اللي هي طبعاً بتحكي بكل العلوم بقرأ عن العلم اللي بيحكي عن تطور الديناصورات كيف كانوا الديناصورات الزمان كيف بقرأ عن النباتات بقرأ عن التغذية بقرأ فبالنهاية هي أذواق نعم نعم طيب دكتورة أنت من فترة إذا تلك كلمة صغيرة بتحكي عن الشغف لازم الواحد يكون شغوف بس ولا لازم يكون في عنده شي تاني إذا بديوصل الهدف الشغف لحاله ما بيكفي أنا دائماً هاي وهاي أنا ما قولتي لأول يمكن كتير ناس ما بيحب يمكن كتير ناس ما بتوافقن الرأي بس هو فعلاً مش الشغف اللي هو بوصلك الشغف هي حالة عاطفية أنت بتحب الشي اللي بتعمله لكن صدقني إذا فشلت بالشي اللي عم تعمله فالشغف ما رح يساعدك الإرادة هي اللي بتساعدك أنك أنت يكون عندك صبر وإرادة أنك تكمل ولو وقعت ترجع بردو توقف وتكمل اللي هي العزيمة والإرادة والصبر وهدولة لما يجتمعوا مع بعض وقتها بنشحن الشغف بتاعك لكن الشغف لحاله ما بوصلك للهدف نعم شي جميل شي جميل طيب إذا أنا بتخيل هاي الرسالة سألت وصلتك إن كان مليون مرة ممكن إذا طالب طب بشري أو أياً كان سألك شو بتنصحيني هذا السؤال العام يعني ما في شي ما في شي تحديدي ولكن شو بتنصحيني أنت كشخص وصل للشي اللي بده يا شو الشي اللي بقدر أعملك رمال وصل أنا كمان للشي اللي بدي يقرأ دائماً دائماً ما توقف القراءة والقراءة البحوث وضلك دائماً متابع 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 ما توقف لازم دائماً تقرأ لازم دائماً تكون متابع كيف عم بتطور العلم اللي أنت تعلمته يعني مش بس الطب أي طالب بدرس بالمجالات خلينا أحكي التكنولوجية بالمجالات العلوم الحياتية بالمجالات الصيدلة بكل هاي المجالات ما توقف قراءة بمجرد أن أنت وقفت قراءة قراءة الأبحاث اللي هي بتتعلق بمجال تخصصك أنت أنت بعدت صار في صار في فراغ أو صار في قاب نحن نحكي نعم فبالتالي أنه دائماً يعني أنا كتير ناس بتسألني أنه طب أنت من وين بتعرف كل هالمعلومات أنا بقرأ يعني أنا مثلاً أحياناً لما أنزل بوست ممكن بكون قرأة عشر أبحاث دائماً لأنه لأنه هي القراءة اللي عم تعطيك المعرفة وإنت هاي المعرفة أنت بدك تطورها رح تضلك تطورها بالقراءة بدون القراءة والمتابعة وإنك تكون خليني أحكي حريص إنك تاخد العلم من منابعه هذا الشي ما بيطورك فأنا هاي نصيحتي دائماً دائماً للطلاب اقرأوا كتير تابعوا الأبحاث العلمية تابعوا المجلات العلمية تابعوا الأشخاص اللي بنشروا علم حقيقي وعندهم أسلوب بإيصال المعلومة وإحضروا يعني إذا كان في مجال تحضروا مؤتمرات تحضروا مؤتمرات أونلاين ويبنار وما إلى ذلك احضروا يعني حاولوا تضحوا شوية الوقت أنا بعرف أنه هذا الشي بتطلب كتير تضحيات يعني بتطلب تضحيات خصوصاً من الناحية الاجتماعية يعني لأنه عشان أنك أنت بدك توصل لهدف أو لمرحلة بدك تضحي بكتير شغلات أنه أنت ممكن كانت هاي الشغلات بتاخد من وقتك هاي الشغلات ممكن بتعطيك إحساس حلو شعور بالراحة بس مع الوقت أحياناً لازم تضحي فيها حتى تكمل الهدف وهذا الشي أنا يعني هذا الشي أنا بعاني منه يعني أنا اجتماعياً خليني أحكي مش كتير أكتف على الأرض لأنه فعلاً أول إشي خليني أحكي من ناحية الأصدقاء مش سهل أنك تلاقي صديق يعني يفهمك ويستوعبك بكل اللي أنت فيه يستوعب أنك إنسان منشغل ما يزعل منك إذا أنت ما رديت عليه على التليفون لكن عندي أصدقاء يعني وصديقات الحمد لله بيراعوا هذا الشي وكتير علاقتنا منيحة لو بغيب مثلاً أسبوع أسبوعين ما بيرنش تليفون فهم بيعرفوا وبكونوا متابعين بالنهاية في هدف في الواحد أو في أهداف الواحد في باله وبدو يحققهم ففي تضحيات ما في شيء بالسهل نعم دكتورة بصراحة يعني أنا عم تطلع على الوقت ونحن صرنا أكتر من ساعة وأنه بعرف أنه أنت للساعة مجغولة وعندك شيء لازم تعملي يعني ولا حديثنا يطول يعني بصراحة وإنتي حكيتي هلا كم معلومة يعني أنا كنت حابب كمان أن أسألك عليهم ولكن بتمنى بتمنى أنه ما يكون هاي آخر حديث لألنا وإنما حيكون ممكن في له تبعات إن شاء الله فأنا حابب أوصل للنهاية والختام وأعرف منك دون الأسئلة اللي دائما بسألهم أنا لكل الناس اللي بقابلهم بستضيفهم عندي بقناة شلون تقصف حالة عليا بخمس صفات عليا بخمس صفات عليا المثابرة عليا المجتهدة عليا طويلة البال عليا الصبورة وعلي العنيدة هاي يمكن الصفة سيئة بس عنيدة أنا بتخيل يعني هلأ بالنهاية كلمة عنيدة يمكن تكون كلمة سلبية ولكن ممكن العناد تبعك يكون هو عناد لا توصل للهدف اللي أنت بدك ياه ممكن أضيف الصفة سادسة فضولية إذا كنت علمة لازم تكوني فضولية ولا ما بمشي الحال يعني بتخيل حتى زوج إذا بد يضحك الأولاد إنه بذكرهم بقصص إنه لقلي وخصوصا لقلي لما جيت على ألمانيا كان كتير يتفاجأ إنه قديش أنا فضولية إنه كل شي بدك تعرف فيه تعرف من جاجها والبيضة من بغضها فهاي خلص هاي طبيعتي يعني فهاي لا أنا فضولية كمان طيب عليا شو بتحبي تقولي لعاليا اللي عمر عشر سنين تخيلي معي عليا هلأ قاعدة قدامك اللي عمر عشر سنين شو بتحبي تنصحي شيء أو بتحبي تشكريها على أي شيء بتحبي تقولي لا أي شيء بحب أقولها إنه أنا كتير فخورة فيكي كتير فخورة فيكي أنت كنت في يوم من الأيامات أو فضولي كتير وبتقري كتير ودائما بدك تصيري عالمة وهذا الشيء وهذا الشيء حققتي يعني كنت يعني كنتي دائما تقولي أنا دا أصير ماري كولي كانت الناس تضحك كانت الناس تضحك عليك يعني زاد ماري كولي مو معقول والآن أنت يعني ما صرتي مثل ماري كولي ما درستي فيزيا لكن درستي الشيء اللي بتحبي ويمكن في يوم من الأيامات يا علي تاخدي نوبل يعني كمان خليكي متفائلة يعني وبقولها يعني بدك تطولي بالك كمان على الحياة الحياة مش سهلة الحياة بدها صبر يعني ممكن تيجي على الإنسان كتير مراحل خصوصا الخذلان أصعب إشي أنك أنت يجيك شعور الخذلان خصوصا إذا أنت كنت معطي أشخاص قيمة كبيرة بحياتك وبعدين بعدين بعدين أنه اكتشفت أنه هالأشخاص ما كانوا بيستاهلوا هاي الإيمي وأنت كنت تضيع وقتك معهم فمعلش أصبري بالعكس أنه أنت استفدتي من هاي التجارب ورح تكبري ورح تتذكري هاي رح تصير ذكريات ذكريات اتعلمتي منها نعم كلام جميل طيب شو أحلى أو تخيلي معي أنت بوقت صعب وقت مرير شو هي الجملة اللي دائما بتسكريها لحالك واللي بتحمسك وتخليك تكملي وما توقفي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني ما في داعي تكملي يعني خلاص هاي الجملة بتكفي ما في داعي تقول لي لي ليش أو شو السبب فيعني لا هي هاي جملة جملة رحي علينا تختصر كل شيء تختصر كل شيء نعم لأن كل شيء دائما كل شيء مرير بحياتنا أو كل تجربة صيئة بحياتنا لازم نتذكر أنه في حكمة من وراها نعم وهاي الحكم يمكن نشوفها الآن أو يمكن ما نشوفها أو يمكن يجي وقت نقول منيح ما عملت هذا أو منيح أنه صار هيك شغلات أو عرفت كتير شغلات أو أنه آآ آآ لقيت حالي مثلا نعم يعني فهاي عسى أن تكره شيء أنا وخورا لكم آآآ لنهاية الحديث يعني بصراحة الحديث اللي اللي بالنسبة ل السامان تها ولكن آآ آآ قبل ما ننهي الحديث أنا بحب أعطي الموبايل السحري اللي أطيو فيه ومن خلال هذا الموبايل السحري تخيلي معي أنت أنه فيكي عن طريقة الموبايل السحري تبعتي رسالة نصية بجملة وحدة لكل الكون لكل الناس على القرى الأرضية شو شو هي الرسالة اللي بتحبي تعطي تبعتيها لكل الناس على القرى الأرضية عليها بجملة وحدة أحب أحكي للعالم كله آآ أنه العلم ما نهج حياة العلم منهج حياة أنا دائما رسالتي بحكيها للناس بالعلم فينا نوصل لكل شي هو إذا حطناه في حياتنا مش علم نتعلم بكتب لا العلم العلم اللي هو بيخلينا نستخدمه بكل شيء موجود فيه وحتى نكمل حياتنا كل حياتنا كلها مربوطة بالعلم العلم هو منهج حياة كلام رائع وبتمنى يعني أنا أنه هاي الحلقة يسمعوها كل الأشخاص اللي حابين يحاولوا أي شيء بحياتهم بغض النظر إن كان شيء على المستوى العلمي إن كان شيء على المستوى الشخصي أو 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 لأنه بصراحة يعني أنت كسيدة مؤسرة وصلت للشيء اللي بدأ ياه أنت أنت مثال يحتزى به إذا أنت حبيتي هذا الشيء أو لا هذا الشيء واقع يعني فبتمنى نحن أنه نكون كمان عن طريق هذا البودكاست عن طريق هاي القناة أنه قدمنا القيمة المضافة وفي كتير ناس في كتير ناس صدقيني يعني عم تستنى بس تسمع كلمة لطيفة يعني وخاصة أنه تشوفوا أنه هاي السيدة شوفوا هاي السيدة شو عملت يعني حتى لو ما كانوا بيعرفوكي مين أنت ولكن وقتي عارفوا الإنجازات اللي أنت عملتها ويعرفوا شو الشيء اللي أنت وصلت له فهذا الشيء يعني ممكن يخليهم يعبلوا الشيء اللي هنن كانوا أجلين صلاً عشر سنين تماماً تماماً يعني هلأ كتير أنا خصوصاً السيدات اللي بيستغربوا أوقات كسيدة أنا خليني أحكي رغم أني أنا ما بحب أقحم الدين بأي شيء لكن كسيدة محجبة أنه أنت كيف وصلتي لها المرحلة أنا شخصيتي للعبة الدور يعني أنه أنا اشتغلت على شخصيتي كثير يعني لما أنا لما أنا تعبت على حالي اكتسبت مهارات اشتغلت على هاي المهارات كثير عندي عندي قوة بالحوار عندي قوة بالنقاش عندي قوة بكتير شغلات هاي كلها ما اجت هيك بالسهل فبالتالي بأي مكان بكون موجود في ما بتخيل ما بتخيل أنا أنه في حدا بيتطلع أنه أنا أنا شو لابسي على راسي وهذا الشي أنا بنصح فيه سيدات إذا أنت بتدخلي هاي إذا أنا آخر شي أحنصحها للسيدات إذا أنت كسيدة بتدخلي على مكان عمل وإنتي حاب بهذا الشغل كتير وحسستي قدامك إنه ممكن يرفضك عشان الشي لحطيته عراسك أو عشان الحجاب لحطيته عراسك أو ما إلى ذلك اتأكد إنه رح يرفضك اتأكد إنه رح يرفضك فلما بتدخلي بكل قوة على المكان اللي اللي بدك إياه قوة مهاراتك قوة شخصيتك ثقتك بحالك إنه أنت هذا المكان اللي أنت رايحة لإله هذا المكان رح تخدي فهذا الشي أنا بخلي بحكي إنه ما بتخيل رح يكون في حاجة قدام أي سيدة وإذا فعلا هذا المكان ما بدو إياكي فإنه فيه مكان أحسن بستناك يعني هذا الشي اللي أنا حاب أنصح فيه السيدات لأنه فعلا أنا مثلا خليني أحكي وأنا ما بحب أحكي عن حالي كتير بهاي الشغلات لكن الآخر اللي أنا موجودة فيه الآن لما قدمت عليه يعني خلينا أحكي لك كان عندي ما كان عندي قلق إنه أنا ما ياخدوني بس إنه كان عندي قلق إنه أنا أم وعندي أولاد نعم هاي هي إنه شو بدهم ياخدوا واحدة عندها أولاد يعني كبروجيكت لسبب الوقت تماما بروجيكت وبدأ أمسك بروجيكت وعند من أكبر البروفيسورية الموجودين عندنا بجامعة هايدلبرغ ومعروف عنه إنه صعب جدا يعني حتى زوجي لما سمع اسمه خاف فلما رحت على المقابلة رحت على المقابلة وإجا قابلني مش هو إجا قابلني النائب عنه هو بريطاني فطبعا أنا كنت محضرة للمقابلة فهما سألني أنا لكنت أسأل لدرجة أنه بالأخير بيحكي لي أنت ما خليتيلي إشي أسأله بعدين سألني عن شغلة تانية جوابته اللي بيحكي لي يعني أنا هذا البوزيشن كان مقدمين عليه أكتر من 100 شخص بعدين لما بعتوا لي إنه هنا اختاروني من خمس أشخاص دون يتقدمون للمقابلة فأنا رحت على المقابلة كنت رقم تنين فهو قال لي أنت يعني خلص نحن ما حنترود يعني ولكن أنه خلص نحن باقي للناس اللي دعناهم ما حنت تماما ففعلا يعني وقتها أنه حتى لما أنا بحكي لزمايلي التانين في المعهد اللي كنت قبل أنه أنا قلت له ورجين المختبر بدأ أشوف إذا كان برتاح أنا بالمختبر اللي فيه فهو وقتها حتى استغرب يعني بعد أسبوعين إجتني الموافقة على البوزيشن وأخدته يعني كتير ناس كتير ناس وكتير عربيات أنا الوحيدة اللي محجبة بكل الدبارتمنت بكل البكان أنا لما أطلع أحكي بمؤتمر بكون لحالي المحجبة بس بحياتي ما أطلع أنا ما بطلع أنا شو لابسة أنا بطلع كشخصية عالية هي شو بتقدم والناس عم بيشوفوا عالية صدقني ما حدا بيتطلع علي إنه أنا شو الخلفية الدينية تاعتي ولا أنا من وين جاي ولا أنا والله أنا مش ألمانية أو ما إلى ذلك لأهم بتطلعوا علي أنا كشخصية كإنسان كإنسان عندها عائل ومتعلمة وعندها طاقة وعندها قوة يعني عندها قوة علمية وأنا أخدت المكان بجدارتي هيك دائما بحكي لهم فدائما لو كل سيدة بتتعامل بهاي الطريقة مع حالها بدون ما تحط أي مقدمات لأنه متأكدة وأنا هاي انحكت لي من سيدة بتعمل مقابلات مع سيدات أو في السيدة قبل ما تحكي المقابلة تاعتها فهذا الشي إنه تشتغل كل وحدة كل سيدة تشتغل على حالها وتشتغل على مهاراتها وتشتغل على شخصيتها الماينسيت تكتوراه بالضبط الماينسيت الشي اللي نحنا ما نفكر فيه هو المشكلة وهذا الأسف الإشي اللي بتفكر فيه اللي أمامك بيكون بيقرأ أفكارك وأنت مش عارف بيقرأ أفكارك حتى لو كنت أنت عمالك بتجاوب وعم بتجاوب صح الإجابات الأسئلة اللي عم بيحكي لك إياها بس هو فعلا عم بيقرأ الألأ والخوف اللي جواك نعم الباحثة والدكتورة عالية كيوان بتشكريك من كل قلبي على جيتك لعندي وعلى هالساعة وعشرين دقيقة أو الوقت اللي قضيتها عندي وبتمنى بتمنى من كل قلبي إنه نحنا نقدر نعيد نعيد هاي الحلقة وبتشكرك شكراً كتير وأنا بشكرك كتير عامر على هذا البودكاست أنا بتابعك على البودكاست اللي على الأبل يعني أنا ما بستنى إنه أنت تنزله على الإنستجرام فعلاً بنزل عندي على الأبل على طول بجيني مسج إنه أنت نزلت عربي ألماني فبكون وأنا بالشغل بسمع طبعاً على الهيتسيت وأنا عمالي هذا شرف كتير بالأنابيب فأنا بكون لسه ما سمعتش حلقة فليب شفت الدعاية بس بستنى كمان أسمع حلقة فليب لكن بشكرك هذا مجهود كتير عظيم ومبادرة كتير حلوة ويا رب إنه نسمع قصص كتير العالم فعلاً تستاهل إنها تحكي قصصها ودايماً عفكرة في شخص كتير مؤثر أنا بسمع له أحياناً بقول إنه أنت لازم تحكي قصتك لأنه ما بتعرف أنت قصتك ممكن شو تعطي لشخص آخر يمكن كان عنده فائد الأمل وإنت الأش اللي هو تعلق فيها ورح تغير حياة إنسان وهذا اللي إحنا منسميه تأثير الفراشة يعني بتافلاي إفكت بالضبط إنه إنه جناح الفراشة ممكن يعمل زوبعة ممكن يعمل زوبعة بمكان ثاني بالعالم في الصين أو ما إلى ذلك فهذا الشي لواحد ما يستقل بحاله ما يستقل بقدراته ويحكي قصته بالعكس أنا كتير ناس بفكروا إنه إذا أنت بتحكي قصتك يعني أنت يعني أنت عم بتشوف حالك لا إحكي قصتك أنت بتستاهل أنت اشتغلت على حالك وتعبت على حالك وأخذت من حياتك كتير لحتى أنك أنت توصل للمرحلة اللي أنت فيها فأنا بصراحة بحييك أن أنت عم بتعطي مساحة للناس يحكي قصصهم وأنا جدا جدا استمتعت وأنا عم بحكي على هذا الوودكاست يعطيك العافية شكرا الله عافية شكرا شكرا